طيب الناس في النوم أنواع في حد بيقولك بيحط نوع على المخدة ده بينام ده ربنا يكرمه ده ده مبسوط حيان ده ما يقولش إنما فيه ناس تانية بتدخل في دايرة التفكير الزايد وفيه ناس تقول لو غيرت المكان اللي أنا متعود عليه منامش هل ده ده أساس؟ طبعا يعني هو زي ما كنت بحكي من شوية أنه هو القشرة المخية اللي هي بقى بتفكر وبتنتبه وكلام ده هي دي اللي معظم اللوقت بتمنع النوم بنسميها حالة من الانتباه الزايد أو الهايبر أراوزل دي إنه المخ الواحد بيفكر جامد ومتوتر الآن التفكير ده مانع أي نوم إنه هو يحصل بأنه ممكن تبقى دورة النوم شغالة كويسة والهورمون السليمة وكل حاجة فساعتها التركيز كله على إنه إحنا نهدي النشاط الزايد بتاعة المخدة ومعظم الوقت بيبقى ده عن طريق علاج نفسي علاج نفسي بنسميه معرفي أو سلوكي يعني سلوكيات معينة أو أفكار معينة بنحاول نتخلص منها وساعات تحتاج طبعا دواء بساعتها مش بناخد منوم احنا بساعتها بناخد حاجة تقلل التوتر وتقلل التفكير الزايد تقلل اللي هو الوسوسة في الأفكار إن أنا فكرة تمسك فيها وقع ودفكر فيها أوفر أن أوفر بدون داعي فده ساعتها بنستعين طبعا بالدكتور النفسي لأنه هو اللي بيبقى يعني يقدر يتعامل أكتر مع الانتباه الزايد أو التفكير الزايد ده ترجمة نانسي قنقر